إلى أي مدى اهتمت أوروبا سيد ناصي برأيك بهذا الخبر استحواذ إيلون ماسك على تويتر نعم تحية لك ولفريق العمل والمشاهد أهلا بك يعني أوروبا اهتمت بشكل كبير جدا في استحواذ إيلون ماسك على تويتر لأنها تدرك جيدا والقائمين على الاتحاد الأوروبي يدركون جيدا بأن إيلون ماسك لم يأتي لشراء تويتر من أجل الاستثمار فقط بل أتى من أجل تغيير شيء ما هذا التغيير سيثير الكثير من الضجة سيعبث بالقوانين الموضوع حاليا سواء كان في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي وسيكون هناك حالة من الصدمية ولذلك هم يترقبون كل خطوة يقوم بها إيلون ماسك في هذه الفترة وفي هذا التوقيت أيضا تجربة الاتحاد الأوروبي مع شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الأمريكية من هذا ما تحدثنا عن فيسبوك تويتر انستجرام ليست بالتجربة الجيدة دائما ما كان هناك صدمات حول عدة أمور أهمها ما يتعلق في تطبيق المعايير الأوروبية في هذه المنصات أو منصات التواصل الاجتماعي النقطة الثانية ما يتعلق أيضا في دائما الانتقادات التي كانت توجهها دول الاتحاد الأوروبي حول حذف المحتوى المحرض على الكراهية أو المحتوى المتطرف ولذلك هم دائما كانوا في حالة صدمية ولذلك أعتقد سيكون هناك حالة من الترقب حالة من الحذر حالة من الصدام أيضا مع تويتر في الفترة القادمة ولكن سيصلون إلى نتيجة أو سيصلون إلى آلية للتوافق بين الحلول الأساسية أيضا وهناك الكثير هنا في أوروبا يعتقدون بأن إيلون ماسك كل ما يقوم به هو ضجة الآن هو محاولة لإثارة اسم تويتر في كل العالم من أجل جذب مزيد من المستخدمين والاستثمار فيه بشكل أكبر وتغيير شكل الاستثمار في وسط التواصل الاجتماعي نحن لا نعرف إلى حد هذه اللحظة كيف ستعمل منصة تويتر وماذا سيؤدي وصول إيلون ماسك إليها هل ستبقى المنصة الرسمية الأولى التي يستخدمها السياسيين ويستخدمها العامة أم فعليا سيكون هناك تغيير ما هذا ما يترقبه الاتحاد الأوروبا اسمح لي سيد ناصر ما الذي تعنيه بأننا لسنا أمام صفقة كصفقة الاستثمار فقط بل ربما أمام صفقة لتغيير شيء ما ما الذي تعنيه هنا بكلمة تغيير شيء ما تغيير شيء ما تغيير آلية القوانين والمعايير التي فرضت على منصات التواصل الاجتماعي بمعنى أن إيلون ماسك أول قرار اتخذه هو أمرين الأمر الأول إعادة ترامب إلى منصة تويتر وهنا كان القرار قرار سياسي ولم يكن بقرار من تويتر يعني كان في البداية القرار من تويتر أو بعض منصات التواصل الاجتماعي ثم تحول إلى قرار سياسي بإيقاف ترامب نوعا ما عن التغريد وعن نشر أفكاره لأن وصل إلى إنشاء منصته الخاصة النقطة الثانية هي ما يتعلق في ألية القوانين التي يريد تغييرها إيلون ماسك يعني بمعنى عندما يقول بأن العصفور سيغرد من جديد أو أن الكوميديا ستكون مسموحة يعني ما هو شكل هذه الكوميديا وما هو شكل القوانين والمعايير والسؤال الأهم أعتقد الذي الآن ننتظر إجابته في الفترة القادمة هل فعلا ماسك هو من يضع المعايير لتويتر أم سيكون هناك قرار للسلطات الأمريكية والسلطات الأوروبية أو دعني أقول قرار للسلطة السياسية أو السلطة التي تنظم القوانين في هذه البلدان من أجل إجباره على قوانين ومعايير معين يعني هو دائما جامح ودائما يريد أن يكسر المألوف في منصات التواصل الاجتماعي أيضا أعتقد بأنه الآن وهذا ما طرحه بحسب بعض وصائل الإعلام أنه يريد أن يكون هناك اشتراك لمن يريد توثيق حسابه ويريد أن يكون هناك آلية لتحويل هذه المنصة إلى منصة استثمارية بشكل أو بآخر هذا أيضا يقود هل من يدفع سيقول ما يريد يعني إذا ما تحدثنا عن أفراد هذا أمر عادي ولكن عندما نحدث عن الشركات نتحدث عن حملات سياسية نتحدث عن حملات ممولة ربما من دول من جهات سياسية واقتصادية كيف سيكون الشكل هنا بالنسبة لمستثمر رجل بعقلية المستثمر وليس رجل بعقلية من أنشأ هذه المنصات كما فيسبوك أو تويتر